نحن نتكلم عن معدلات الزيادة السكانية وزي ما قلنا في البداية أنه مش بس في مصر الأقديم موجودة في العالم كله العالم كله النهاردة بيعاني من الوفر بوبيليشن في بعض الدول هل النهاردة نقدر نقول أو إمتى نقدر نقول أن الزيادة دي في معدلاتها الطبعية أو هي عب أو قدر استفيد منها؟ طبعاً في معدلات زيادة السكانية كبيرة في العديد من دول العالم لكن لو بصنا على الحالة المصرية هنلاقي أرقام تهمنا أكتر وهنلاقيها صادمة شوية ليه؟ لأن مثلاً لو بصنا على معدل الزيادة السكانية العالمي هيبقى تقريباً 1.4% مصر دعف هذا الرقم في معدل الزيادة السكانية نحن تقريباً 2.3% من 10-2.5% فأنت بتنمو كمعدل الزيادة السكانية بضعف المتوسط العالمي الأهم هو مقارنات كمان مع الدول النمية الدول النمية الكبيرة لحققت معدلات نمو مرتفعة زي الصين مثلاً هنلاقي أن الصين رغم أن هي عدد سكان ضخم جداً لكن معدل الزيادة السكانية فيها نصف في المائة فقط لغير يعني أنت معدل الزيادة السكانية في مصر 2.5% وهما نصف في المائة يعني أنت بتنمو بمعدل الزيادة السكانية خمس أضعاف معدل نمو الصين وبالتالي فرص أنك تحقق معدلات نمو شبيهة مقارنة بالدول النجحة زي الصين أو زي الهند أو زي باقي الدول بتبقى فرصك أقل كثيراً جداً نظراً لأن معدلات الزيادة السكانية هي اللي بتاكل كل عوائد التنمية اللي أنت بتقوم بها فالمقارنة مع الأرقام الدولية مش فصالحنا وبتحطينا أمام اختبار كبير وأمام معضلة ثقافية ليه؟ أهديك مثال أكتر إحنا مثلاً لما عملنا ترسيم للحدود البحرية في البحر المتوسط مع اليونان وقبرص جرانا بحيث أن نستفيد بين صروات النفط والغاز اللي موجودة في البحر المتوسط طيب على مدارة العشر سنوات الماضية اليونان عدد سكانها ثابت تقريباً عشر ونصف مليون بينما أنت عندك معدل نمو ضعفين عدد سكان اليونان يعني اليونان لسه زي ما هي عشر ونصف مليون وبتستفيد من الصروات اللي بتخمجها وانت زي تقدي اليونان مرتين عشرين مليون في آخر عشر سنين وبالتالي مهما عملت معدلات التنمية اقتصادية مهما عندك اكتشافات من صروات طبيعية معدلات النمو السكاني العالية بتاكل كل هذه الأرقام وبتحطك قصة تحديات أكبر كبير أعتقد أننا بنعمل مقارنة مع دول كتيرة مش بس اليونان لازم نراعي برضو الموارد بتاعتك والمساحة الجغورفية للدولة طبعا بكل تأكيد والموارد اللي موجودة على هذه الأرض مش فكرة بس المساحة كأرض يعني مثال تاني آخر حضرتك مثلا إحنا عدد الأراضي الزراعية الموروثة القديمة تقريبا قول في المتوسط عشر مليون فدان من مئة سنة كان عدد سكان مصر عشر مليون بريئة تقريبا عشر مليون ناس وعندك أراضي الزراعية عشر مليون فدان طبعا أنت النهاردة تقريبا مئة مليون ونفس العشر مليون فدان وبالتالي أنت حصتك نسلت يعني تسعين في المية واحد على عشرة على مدار مئة سنة بسبب أن مواردك الاقتصادية سابتة وده الطبيعي أن الموارد الاقتصادية لإما سابتة لإما متنقصة لأنك تأخذ منها الموارد الطبيعية النظمة يعني أراضي زراعية أو موارد أو معادن أو نفطة أو خلافه وعدد سكان بيزيد بمعدلات غير مقبولة على الإطلاق طبعا أنا دلوقتي بسيط مئة سنة الورا طبعا خلينا نبص 30 سنة لأدام إحنا 2024 مش مئة مش مئة بالضبط يعني لو فضلنا مستمرين عن معدل النائزات السكنية الحالي اللي دين هو نصف المئة ده حنلقينا في سنة عند ألفين مثلا اثنين وخمسين عدد سكان مصر تقريبا مئة وتسعين مليون ترجمة نانسي قنقر